الحرب تمزق بلادهم والجوع ينهش بطونهم هذا هو حال سودانيين المحاصرين من كل تجاه وسط الفوضى العارمة وما يزيد الأمر تعقيداً هو أن ما وصل من المساعدات حتى الآن لا يتعدى 7% فقط من حجم الوعود هذا ما سبق وأكده الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر خمسة شهور مرت على صراع ترسم ملامحه البنادق التي لا تكاد تتوقف حتى في ظل المناشدة الدولية ووسط هذا التصعيد تزداد معاناة السودانيين يوماً تلو الآخر في ظل شح الطعام والمياه والخدمة الإنسانية وكل ما تنادي به المنظمة الإنسانية الدولية هو التفاتة حقيقية لهذا الشعب المتضرر نقص المساعدات وعدم وصولها للمنكوبين سيزيد من المأسي التي يعيشها السودانيون وفقاً لتصريحات الأمم المتحدة والتي أكدت بأن الحرب والجوع يهددان بتدمير السودان بالكامل إذا ما استمرت المعارك بهذه الوتيرة بين الجيش وقوة الدعم السريع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جرافث صرح في آخر حديث له أن هذه الحرب تثير وضعاً إنسانياً طارئاً له أبعاد هائلة فهذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكانية بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بأكملها معبراً عن قلقه إذا انتشار أعمال العنف في السودان مشيراً إلى أن الصرع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً بشأن العنف الحاصل في البلاد موضحة أن مصادر موثوقة لها بما في ذلك الضحايا نسبت هذا العنف إلى قوات الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها وعبرت عن القلق البالغ إزاء الوضع في نيالا وما حولها بالإضافة إلى جنوب دارفور حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين مع تصاعد القتال داعية تنكل الطرفين إلى وقف القتال فوراً والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين مشددة على أهمية محاسبة مرتكب كل هذه الفضائع